اعمد ديجو معك كابتن فعيه اه يا محمد ازاك حبيب عمليه عمليه Reid Rezaic عمليه كابتن لا خليك يا سيد احبا لا خليك يحب اركا و رفو والله مستمعين باللقاء يكابتن والله شكرك يا حبيب اشكرك والله يا كابتن يعني لو تسمح لي انتكلم على الكابتن ربي قسين الكابتن ربي قسين هو يزل قيمة وخامة في الكرة المطرية بشكل عام يعني من البطولات اللي الكابتن ربي احصابها ومن الجيل الزهب اللي الكابتن ربيع لقيت معاه كواب كان الكابتن محرود الخطيب او كابتن كامر ابو الزيت وغيره 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 يعني احنا فعلا بنفتقد الكابتن ربيع ياسين الوحيد اللي كان بيضبي لقيه بالكورة الناشئ اه تربية اخلاقية قبل التربية الفنية يعني فعلا احنا بنفتقد يعني لو في ربيع ياسين في كل قطاع ناشئين ما كاش هيوصل بنا لحل غاي كده احنا النهاردة بنشوف اخلاق اللعيبة بنقولك ان الكابتن ربيع كابتن ربيع بيعلم اللعيبة الاخلاق قبل ما بيعلمهم الكورة يعني ايه لعيب صغير مايبوقش زنيله يعني ايه لعيب صغير مايغلطش في مدرب يعني ايه لعيب صغير مايعترضش على الحكام على الفاضي وعالمليان الكابتن ربيع كان بيهتم جدا بالحاجات دي طبعا مع حضرتك قيمة وقامة كبيرة جدا لكابتن ربيع هاتين واحنا انا بتكلم مش بلتان احنا تدكو بس انا بتكلم بلتان جميع الاولياء الامور وجميع المدربين وجميع الناس اللي ليه احتكاك مباشر بقطاع النشيين وبقطاع البراعم يا كابتن ربيع لمحضلك رجاء تساعدنا في موضوع التثمين وبطا الضوئة يعني ليه كابتن ربيع النهاردة ماسك المنتخب اكيد اكيد منتخب النشيين اكيد هو بيعاني من قلة المواهب اللي مش لقيها بيلف في مصر كلها نعارف الكابتن ربيع بيهتم بالاكاديميات وبيهتم بالارياف وبيهتم بالصعيد وبيهتم بالطاهرة وبيلف في مصر كلها كعب داير علشان يلاقي موهبة هنا مش فاينة موهبة هنا محدش باخد باله منها والمواهب كتير يا كابتن بس طبعا للأسف هي مش واصلة وما بيتكمتش السبب استثمون الترضوير طيب ليه كابتن ربيع ياسيم ماياملش مبادرة طبعا احنا ياما اتكلمنا في الكلام دا وكل رئيس قطاع مشيين هيقولك انا لو ما خدتهوش غير هياخده طب ليه كابتن ربيع ياسيم ماياملش مبادرة تحت بعاية التحاد الغرب نقعد فيها الكابتن امام محمدين ونقعد فيها الكابتن فاتح مبروك ونقعد فيها الكابتن علاء نبيل او غيره سواء كابتن اسميل توتا انا عارف الكابتن علاء نبيل دلوقتي ماسكن فرس فيه كابتن ريوعه اه ليه كابتن ربيع ياسيم القب 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 اللي كلنا بيعني بنتمنى اللي هو يفضل موجود في قطعا بشيين سواء للمنتخب او لحاجة اكبر من كده ربنا يكرمها رب نقعد الناس دي مع وعدة كابتن ربيع تكون تحت رعاية التحد الغرب والمبادرة اللي ياملها الكابتن ربيع ياسيم عشان خاطر مصر علشان خاطر نطلع مواهد جديدة وما نقتلش اللي احنا عندنا مية محمد طلاح عندنا الف محمد النلي بس يا كابتن الموضوع بقى بقى صعب اوي وبقت الناس بحترفة اوه كابتن ربيع في اللي هي استنن او تزور بقت احترافية كابتن والموضوع بقى تحلى اوي اللي انت تخش على مكتب ستحى ولا تخشت على اي اه احوال مدنية وتدرب لك شهادة ميلاد وتخليب متى النهاردة لقيت كورة والله يا كابتن الموضوع بقى يوصل لثلاثة سنين واربع سنين اللي بيبقى اكبر من سنه تلاثة اربع سنين انتكلم انتكلم في اللوطة ديها انتكلم فيها كابتن عليش يا كابتن سعيد اسمحني بس افاتفض مع الكابتن ربيع في ناس شايانة يا كابتن ربيع بتيجي من اخر الدنيا شايانة على ولادها عشان ولادها عايزة طلعب كورة يجي عاي المسنن ثلاثين وثلاثة ويقعدوا على الدكة يا كابتن دا ما يقضيش ربك وده اكل للمواهب واكيد كل المسؤولين في قطاع المشيين سواء للمنتخبات او للفرق بتعاني من الموضوع ده نفس الكابتن ربيع يتبنى مبادرة نقعد فيها الكابتن امام محمدين ونقعد فيها الكابتن فاتح مبروك نقعد بقاساء النوادي في قطاعات المسيجين في كل النوادي الكبيرة ونتفق يا كابتن نعمل لجنة فنية نعمل لجنة طبية نعمل لجنة بدنية ونحدد ايه بصة كابتن الايال الكبيرة او اللقيبة الكبيرة معروفين كلنا عارفينهم كلنا عارفينهم وكل الناس بقع عندها خبرة دلوقتي تشوف العيل يقولك لا دا مسنه لا دا عمره ما يبقى 2003 لا دا عمره ما يبقى 2002 لا دا عمره ما يبقى 2002 بيبان على طول يا بحمده كله عنده خبرات يا كابتنسا ايه دا انتا النهاردة تنزل الملعب تتكت تقول دا اركنه على جنب طب ما نركن دا عمره جنبه ونجيب لجنة فنية تقص عليه ونجيب لجنة طبية ونجيب لجنة بدرية ونحدد ما يبقاش الموضوع مقتصر على ان ورقه مضغوطة لا ورقه مضغوطة كابتن دا انا دلوقتي لو نزلت اذا ممكن اعمل لك ورقه انا عندي بمعابتة كم سنة انا انزل اعمل ورقه ايه واخش اخيل تبع السعين وانزل واخش بطلات وعقل واخش اخرى اقراض على الكرة المصرية باشكرك يا بحميد باشكرك على كلامك الرسالة تبعها بوصل لكابتن ربيا برضو ناخد ارد محبوطة كابتن دا احمد برضو يعني هو محلل معنا دايما في القناة في البرنامج وابنه بلعب في نادي امبي مواليد 2007 فهو يعني شايف حاجات كتير بتحصل في الدوليات وامتابع كل الدوليات كمان ال2003 او 2001 فمن الناس برضو اللي بتقول ان فيه يعني تزوير وتسنين في المراحل السنية برضو داخل 2001 من ضمن القصة هل كنت معاليش حسنا كانت بقى سؤال برضو مختصة هل التسنين او التزوير في ال2001 السنة دي؟ لا ايه وصل ل7 سنة يفرق دا بس اول سؤال دا جوادنا عم نقطة دي هادي يفرق في اله لا اه لا اه لا اه لو يعني موضوع التسنين والتزوير دا اه لازم الناس المسؤولة تحتم بيه كويسة وترايحة ولو الأمور مفيش كلام اه ده مهم جدا ان في واحد مستنن بيجي ياخد مكان ولد اكيد ممكن سنو حقيسونه مصبوط هي دي كتشو قصة مطلوب من الانديا مع تحت الكرة مشانا ينظم ولادو كل هذا فيه طبعا فيه حاس جيد جدا في التأيين يا سيد وفي الأوراق المطلوبة ونفس الولا بيباني السن بيباني يعني الوش بيباني شفت لعيبة حاسة حاسيتنا أكبر من 2001 في الا ولا لا وابوسس انا لا انا لحد الوقت انا مفيش ممكن يكون انا يعني هل ممكن انا اصلا انا مش في الناغي الموضوع ده ما انا فاهم اه حسنا اراكز بس انا في المال انت فاهم اه 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 انما ما بعطلش نفسي لان اخلي بالك لو بسوط في النشوش عشان ادقى على التسوين او التزوين مش هتتركز اوه في حتة التانية انت عايزه المهم اتنزل لك الحتة الخنية عشان اتفرج على لعيب كورة عشان طول الوقت طول انا ماشي بقى يخلي بالك اصعيد يعني انا وعلى 23 لعيب كورة في الملعب يعني مثلا باكلفت اللي انا هاخده ده عناية عليه بيعمل ايه انما الساكن انا باكلفت غير كورة ماشي ازاي فبتابع كل واحد في سير المباراة وتخيل ماسا عندك ثلاثين بتابعهم فبخرج نفسي باخد السبع اللي هنا والستة اللي هنا او التاتة اللي هنا بركز على طول مباراة احسن ثلاثة فلايد ومنعات دول احسن ثلاثة او احسن اربعة بركز بقى على احسن اربعة لانه ما نفعش ايه مشتت قال له ايه واحد ده بقى 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 المجموع دي يعني فارق في الماتش او او عمش يبانى ساك هو اللي بيعوني في البيض حق احسن مدرجات تعرف بقوته بسرعته بتسديده اه اخدالك بحاجاته غير عادية اللي بيعملها اللي مش موجودة عند السنة الصغير اه اخدالك فبيبه بسرعته ان دول او عمش احسن واحد يفرق اه احسن اه احسن واحد يفرق نحن احسن مدرجاته او عمشه فباح حسن الدي احسن99 يفرق احسن احسن الدي خلي بالك النهاردة 2001 داخل 18 سنة سعيد خلاص يعني ازمي العفرق كبير تسعة وتسين خلاص كبير وعد خلاص ومتاع ده ما يفرقش بقى خلاص لو جيت عفرق اول زي وزي ده راجل خلاص ونضغ لانه وجيل خلاص ربنا ما اعرضوش من كامل ما فيش توفيق واخد بالك وتسعة وتسين حسيمة النهاردة يبقى كم سنة خلاص طبعا يفرق